الحمد لله رب العالمين الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين أعزائي المشاهدين صبحكم الله تعالى بكل خير ورد في الحديث ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها نفحات خير ورحمة وبركة ونحن ما زلنا نعيش في شهر الله رجب وهو شهر من الأشهر الحرم شهر من الأشهر الحرم وفي هذا الشهر الكريم الله شرف أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأمور شرف أمة محمد بنبيها فقال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون الآخرون أي الآخرون وجودا في الدنيا السابقون أي السابقون دخولا إلى الجنة أي السابقون دخولا إلى الجنة فإن الله حرم الجنة على الأنبياء حتى يدخلها سيدنا محمد فهو أول من يحرق حلق الجنة فيقول الخازر من فيقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك وحرم الجنة على الأمم حتى تدخلها أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك كله لفضل نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه ومن الأمور التي شرف الله بها الأمة وشرف بها نبينا صلى الله عليه وسلم في شهر رجب معجزة الإسراء والمعراج وسنتناول هذه المعجزة بشيء من التفصيل ولكن أحببنا قبل أن نبدأ في الحديث عن هذه المعجزة وعما حصل فيها أحببنا أن نتكلم أولا عن النبوة والرسالة والمعجزة لأن هذه المعجزات هي تكون أمر خارق للعادة فحتى الواحد لا يعني بعض الناس لما يحسبون الأمور على حسب يعني كما يقولون على حسب القوانين العقلية فيردون مثل هذه المعجزات وهي بالأصل أمر خارق للعادة على خلاف ما اعتاده الناس وعلى خلاف ما اعتاده العقل البشري فسنتكلم أولا عن النبوة والرسالة وتعريفها وعن المعجزات ثم بعد ذلك في الحلقات القادمة نتناول بشيء من التفصيل الحديث عن معجزة الإسرائي والمعراج فأولا النبوة النبوة مشتقة من النبأ النبوة مشتقة من النبأ أي الخبر لأن النبوة إخبار عن الله تعالى لأن النبوة إخبار عن الله تعالى أو من النبوة بمعنى الرفعة إما من النبأ وإما من النبوة يعني النبأ بمعنى الخبر أو النبوة بمعنى الرفعة فالنبي على المعنى الأول يعني على معنى أنه مشتقة من النبأ فعيل بمعنى فاعل لأنه يخبر عن الله بما يوحى إليه وعلى المعنى الثاني النبوة من النبوة يعني بمعنى فعيل وهو بمعنى مفعول أي مخبر عن الله أي يخبره الملك عن الله فالنبوة جائزة عقلا وليست مستحيلة النبوة جائزة عقلا وليست مستحيلة وهي ثابتة بالشرع الشريف والله تعالى بعث الأنبياء رحمة للعباد الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء رحمة للعباد ليبلغ الناس مصالح دينهم ودنياهم الناس الواحد منا بما يعرف النجاة كيف تكون النجاة في الآخرة أليست باتباع تعاليم وشرائع الأنبياء أليست باتباع تعاليم النبي الذي أرسل إليه فيسير على نهجه فيصلح أمر دنياه وأمر آخرته فالله بعث الأنبياء رحمة للعباد إذ ليس في العقل ما يستغنى به عنهم لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة يعني الواحد لا يعرف كيف تكون النجاة في الآخرة ولا يعرف ما افترض الله عليه بمجرد العقل ليس بمجرد العقل يستطيع الإنسان أن يدرك أن هناك حساب وبعث وحشل إلى غير ذلك ليس بمجرد العقل يستطيع الإنسان أن يدرك الفرائض التي عليه من صلاة وصيام وكيفية أداؤها ونحو ذلك فإذن لا بد من يعني بعثة الأنبياء وفي ذلك رحمة للعباد إذ ليس في العقل ما يستغنى به عنهم لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة ففي بعثة الأنبياء مصلحة ضرورية ضرورية لحاجتهم لذلك فالله متفضل بها على عباده الله سبحانه وتعالى متفضل على عباده بهذا الأمر وكل النعم التي أنعم الله بها علينا هي تفضل من الله وإكرام من الله تبارك وتعالى لعباده الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء الله لا يجب عليه فعل شيء بل الله سبحانه وتعالى يعني خلقنا وخلق أعمالنا وهو سبحانه وتعالى ليس واجبا عليه يعني المطيع إذا أطاع الله ليس واجبا على الله أن يدخله الجنة ليس واجبا على الله أن يدخله الجنة ولكن الله سبحانه وتعالى يجازيه على هذا العمل لأنه وعد من آمن به وأدى الطاعة وعده بالجنة والله لا يخلف الميعاد أما الجنة فهي تفضل من الله على عباده قال الله تعالى تلك الجنة التي أورثتموها الورث الإرث أحيانا الإنسان لا يتعب فيه ولا يتعب في جمعه فالجنة تفضل من الله على عباده كذلك الصحة الله خلقك أعطاك نعمة الصحة نعمة البصر نعمة الأولاد نعمة الأهل كثير من النعم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فالله لا يجب عليه فعل شيء لأنه سبحانه وتعالى الخالق فلا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى فيجب الإيمان بأنبياء الله من كان منهم رسولا ومن لم يكن منهم رسولا ونريد أن نبين الفرق بين النبي والرسول فالنبي الرسول هو إنسان أوحى الله إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه للناس كموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يبقى النبي الرسول هو إنسان أوحى الله إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه للناس مثل من كسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أما النبي غير الرسول النبي غير الرسول فهو إنسان أوحى الله إليه لا بشرع جديد يعني لم تنزل عليه شريعة يعني مستقلة عن الشريعة التي سبقتها لا بشرع جديد بل يتبع شرع رسول قبله يعني يسير يبلغ شريعة الرسول الذي كان قبله وكذلك مأمور بالتبليغ وكذلك مأمور بالتبليغ يبقى النبي الرسول والنبي غير الرسول كلاهما مأمور بالتبليغ وليس كما ورضى في بعض الكتب أنهم يقولون أن النبي غير الرسول ليس مأمورا بالتبليغ فإن كان كذلك فما الفائدة من إرساله ما الفائدة أن يرسل نبيا إذا كان لم يؤمر بالتبليغ إذا كان الواحد الإنسان العادي يعني يجب عليه الأمر بالمعروف فالنهي عن المنكر بشروطه فكيف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فالإنسان ينتبه الإنسان ينتبه ليس كل ما يذكر في الكتب يذكر على أنه يعني الإنسان يأخذه على أنه صحيح ومسلم به بل كل شيء بضوابطه كما بينا كثيرا نبي ونقول علم الدين بالتلقي علم الدين بالتلقي علم الدين ليس فكرة يعني تأتي على بل الإنسان ويخرج بها لا بل هو شيء بالإسناد المتصل إذلك قال العلماء الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء لقال من شاء ما شاء وورض أيضا عن سيدنا محمد بن السيرين من التابعين أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم وكذلك ما رواه أبو منصور البغددي في كتابه الفقيه والمتفقه قال لا يؤخذ العلم إلا من أفواه العلماء الثقات فينبغي أن ننتبه لذلك ومثال على النبي النبي غير الرسول كذلك قلنا النبي غير الرسول كسيدنا داود وسليمان عليهما السلام فقد أمر بتبليغ شريعة التوراة التي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام كذلك أيضا ينبغي أن ننتبه قلنا أن بعض الناس يعني يذكر في بعض الكتب أنه يقولون النبي غير الرسول هو غير مأمور بالتبليغ فننتبه لمثل ذلك قال الله تعالى دليل من القرآن على أن النبي الرسول والنبي غير الرسول كلاهما مأمور بالتبليغ قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ومعنى تمنى أي دعا قومه يعني كمان هذا يبين لنا أنه كمان التفسير الواحد لما يقرأ القرآن لا يفسر على هواه كثير من الناس يظنون أن نتمنى هنا من الأمنية بمعنى الأمان لا هنا تمنى أي دعا قومه إلى عبادة الله ومعنى ألقى الشيطان أن يزيد الشيطان على ما قالوه ما لم يقولوه ليوهموا غيرهم أن الأنبياء قالوا ذلك الكلام الفاسد ومما يروا في بعض الكتب أيضا يقولون أن النبي قال كلاما مدح فيه الأصنام حتى يذكرون في بعض الكتب فيقولون إن الشيطان أجرى كلاما على لسان النبي مدح فيه الأوثان الثلاثة اللات والعزة ومناتة بهذه العبارة يقولون أنه قال تلك الغرانيق العلاوة إن شفاعتهن لترتجاء هذا غير صحيح هذا الشيطان قاله ليوهم الناس بذلك أما النبي الله لا يمكن الشيطان من أن يجري كلاما على لسان نبي من الأنبياء وعدد الأنبياء كبير جدا عدد الأنبياء كبير جدا كما ورد في حديث بن حبان 124 ألف نبي ورسول 124 ألف نبي ورسول كما ورد في حديث بن حبان 313 نبي رسول 313 رسول وأما غير هؤلاء الرسول منهم 313 وغيرهم نبي غير رسول وعدد الأنبياء كذلك الذين ذكروا في القرآن 25 نبي ورسول أولهم سيدنا آدم عليه السلام يبدأ بسيدنا آدم عليه السلام وينتهي بسيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأول الأنبياء هو سيدنا آدم أول الأنبياء هو سيدنا آدم عليه السلام ومعنى أما ما ورد في بعض الأحاديث أن سيدة في حديث الشفاعة أن الناس يقولون لنوح عليه السلام أنت أول رسول قال العلماء نبوة آدم نبوة مطلقة فهو أول الأنبياء أما رسالة نوح عليه السلام مقيدة فمعناه أول رسول إلى قوم كافرين فمعناه أول رسول إلى قوم كافرين فأولهم هو سيدنا آدم عليه السلام كما قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين والصفاء الله لهم كان بالنبوة والرسالة وكذلك في الحديث قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما نقله الإمام أبو منصور للبغددي في أصول الدين قال أجمع المسلمون على أن أول من أرسل من الناس هو آدم عليه السلام وكما بينا ورد في الحديث أن سيدنا آدم هو أول الرسل يعني أول رسول أرسل إلى قوم كافرين فينبغي التنبه لذلك ويحذر من نفي نبوة آدم لأنه في بعض الأشخاص في بعض المؤلفات في بعض الكتب ينفون نبوة آدم عليه السلام فهذا مخالف للقرآن مخالف للحديث مخالف للإجماع الذي نقله العلماء كيف يكون السبيل إلى معرفة الأنبياء كيف يعرف النبي قال العلماء السبيل إلى معرفة النبي المعجزة السبيل إلى معرفة النبي المعجزة فما من نبي إلا وقد أيده الله بمعجزة طب إذن ما هو تعريف هذه المعجزة لأما بنقول معجزة إيه هي المعجزة وينبغي أن نعلم أن المعجزات خاصة بالأنبياء المعجزات خاصة بالأنبياء هناك خوارق قد تظهر على غير أيدي الأنبياء قد تكون من الكرامات وسنذكرها وقد تكون غير ذلك أما المعجزة مقترنة بالنبوة مقترنة بدعوة النبوة فينبغي التنبل بعض الناس لك إذا أنت محتاج معجزة أو حصلت له معجزة لا قد يحصل أمر خارق للعادة ولكن حتى يكون معجزة لا بد أن يكون مقترنا بدعوة النبوة والمعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد النبي تأييدا له وتصديقا له في دعوة يبقى المعجزة أمر خارق للعادة يعني على خلاف معتاده الناس وعلى خلاف قواعد كما يقولون عقل البشري لأن بعض الناس ينكر مثلا معجزة الإسراء والمعراج ونحو ذلك اعتمادا على عقله القاصر هي أصلا خارقة للعادة يعني ليست على كيف تكون مبهرة لا بد أن تكون خارقة للعادة لا بد أن يكون فيها شيء خلاف خلاف ما اعتاده الناس خلاف ما اعتاده البشر هي أمر خارق للعادة يظهره الله يجريه الله على يد النبي ويشترط فيها أن تكون مؤيدة لدعواه على يد النبي تأييدا لدعواه ليست مخالفة لدعواه يعني مثلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من معجزاته أنه رد عين سيدنا قتادة إلى مكانها سيدنا قتادة بن النعمان كان في المعركة فجاء سهم فقلعت عينه فسالت على خده فأرادوا أن يقطعوها فقالوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي ماذا صنع صلوات ربي وتسليماته عليه أخذ يعني عين سيدنا قتادة على راحته على كفه الشريف ثم أعادها إلى مكانها فصار يوصر بها سيدنا قتادة حتى أنه قال والله ما كنت أعرف أي عيني أصيبت يعني ما بها شيء بالمرة فقيل لمسلمة الكذاب هذا الذي ادعى النبوة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام فقيل له جئ إليه برجل أعور يعني عين تعمل والأخرى لا تعمل فجئ إليه بهذا الرجل حتى قالوا له أنه من معجزات النبي محمد أنه رض عين قتادة إلى مكانها فأرنا شيء يعني إن كنت نبيا حقا كما تدعي فهذا مسيلم الكذاب ماذا صنع وضع لما وضع يده على عين الرجل يعني السليمة التي ما بها شيء طمصت الأخرى فطمصت فهنا هذه هي خارق للعادة ولكن ليس مؤيدا لدعواه بل دليل على كذبه دليل على أنه غير صادق دليل على أنه غير صادق فلابد أن تكون مؤيدة للدعوة بأمر خارق للعادة يظهره الله على يد النبي تأييدا له وتصديقا له في دعواه أما ما حصل مع موسين والكذاب هذا دليل كذبه غير مصدق له بل مكذبا له فاضحا لأمره سالم من المعارضة بالمثل من المعارضين صالح للتحدي فالمعجزة تكون سالمة من المعارضة بالمثل لأن السحر يعارض بسحر مثله فالمعجزة ليست من قبيل السحر المعجزة ليست من قبيل السحر بل السحر يعارض بسحر مثله قد يأتي ساحر يعمل شيء فيأتي ساحر أقوى منه يعمل شيء أقوى من الشيء الذي عمله عارضه يعني عمل مثله وأعظم أما ما حصل لذلك السحرة لما جمعهم فرعون واجتمعوا ضد سيدنا موسى عليه السلام فلما ألقوا حبالهم وعصيهم وخيلوا للناس بسحرهم أنها تسعى وسيدنا موسى عليه السلام يعني ألقى عصاه عمل المعجزة المؤيدة له فألقى عصاه فالتقمت كل ما كان على الأرض التقمت كل الأشياء التي ألقوها على الأرض وخيلوا للناس أنها تسعى انقلبت عصى موسى انقلبت إلى ثعبانا حقيقيا التقم كل هذه الأشياء فهنا علم السحرة أن الذي فعله موسى عليه السلام ليس من قبيل السحر بل هو معجزة مؤيدة له لذلك آمنوا به وصدقوا به لذلك آمنوا به وصدقوا به صالح للتحدي يعني المعجزة تصلح لأن يتحدى النبي بها قومه يتحداهم كسيدنا صالح عليه السلام لما تحدى قومه وأخرج لهم لما أخرج لهم من الصخرة أخرج لهم ناقة وفصيلها من الصخرة الصماء الله على كل شيء قدير الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وقد كان نبينا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه أكثر الأنبياء معجزات إذ روي عنه الآلاف فمنها أي من هذه المعجزات التي نقلت إلينا بالتواتر بالتواتر ومعنى الخبر المنقول بالتواتر لا يكون إلا صدقا يعني من نقول بالتواتر يعني معناه اجتمع في كل طبقة من الطبقات يعني الذين رووا والذين عنهم وروا عن هؤلاء إلى من جاء بعدهم في كل طبقة يجتمعون يعني قوم صادقون ويجتمعون على لا يجتمعون عادة على الكذب لا يجتمعون عادة على الكذب فيحدثون الناس بما حصل يعني جماعة من الثقات يجتمعون رأوا مثل هذه الأمور التي حصلت فأخبروا بها من بعدهم وهكذا في كل طبقة هذا يسمى خبر منقول إلينا بالتواتر مثلا من الأخبار المنقولة بالتواتر بين الناس عن وجود فرعون فيما مضى وكالأخبار عن وجود بلدان نائية أحيانا هناك بلدان يعني كثير من الناس يعرف أن هناك أمريكا والصين وكذا 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 هذه البلدان البعيدة يعني كثير من الناس ممن يصدقون بوجود هذه البلدان هم ما رأوها هم ما رأوها ولكن هم ما رأوها ولكنهم يعني نقلت إليهم بالتواتر فلذلك صدق بها الناس كذلك من الأمور التي أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات قلنا معجزة إسراء والمعراج وسنتحدث عنها كذلك معجزة حنين الجذع لما حن الجذع حن وأن لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى قال بعض العلماء والجذع حن إلى حنان محمد وهو اليبيس غدا براحته ندي وسرت على إم نوركم ترقنها فحملت كل فضيلة يا سيدي وسموت حتى لا ينال مقامكم ورفعت حتى لا تطال بسؤددي وعرجت في رتب الكمال وقد غدا أدنى المنازل عند أبعدي فارقدي معجزة حنين الجذع من أعظم المعجزات التي حصلت لنبينا صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان والإسلام وها نحن نأتي إلى ختام مجلسنا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا كل خير انتظرونا في الحلقات المقبلة للحديث عن معجزة الإسراء والمعراج والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة